ازايكم يا احلى متابعين في الدنيا قبل ما نبدأ حلقتنا النهاردة جايبا لكم قناة جديدة ومميزة جدا قناة حكايتي مع روايدة القناة دي بجد بتقدم قصص حلوة قوي وكمان متنوعة يعني هتلاقوا عندها كل انواع القصص اللي انتو بتحبوها رومانسي اجتماعي وكمان كوميدي زي قصة تينكا بس اسعد واحدة في الدنيا واللي خلاني كده وقصت ابن عمي عمل فيا اللي مفيش غريب يعمله وقصت صدفة غيرت حياتي وقصت عشق بالاقراه وكمان قصت مش هتجوزه حركاته كلها غريبة ودلوقتي بتعرض قصة بولوسية تحفة من النوع اللي كلكم بتحبوه والقصة دي باسم انا بنت جارية قوي بس اللي حصل لي كان صعب ومش بس كده دي كمان عندها تشكيلة كبيرة جدا من اجمل انواع قصص هسيب لكم لينك القناة حكاياتي مع روايدة في صندوق الوصف واول تعليق مثبت عشان تدخلوا تتفرجوا على كل القصص اللي عندها وتستمتعوا بيها وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار بكل قصة جديدة هتنزل وطبعا بتمنى انكم تشجعوا وتفرحوا صاحبة القناة بكمانت حلو زيكم لانها فعلا زي العسل وتستاهل ويلا بينا نبدأ حلقتنا ومرة واحدة رحت دخلة في الرصيف وبعدها بصيت على ادهم اللي كان قاعده هيطاق من الغز مني وبعدها نزل بكل غضب يبص على العربية وانا نزلت معاه وانا لو موتك دلوقتي هتزعلي مش قصدي يا ادهم انا ماسمعش صوتك لميت سنة قدام حاضر حاضر اندا انت اقفوش قوي بقولك ايه قلتلك مش عايز اسمع صوتك وبعدها دخلنا العربية هو اللي ساء وانا قعدت جنبه هادهم هنروح هنتزفت نتغدى الطب والموبايل طيب هتهبب واش تريه ميرسي كتير يا ادهم مش مسامحك من قلبي مش مسامحك يا امر قلبك يغضب اه لكن صوابعك لأ كله اللي صوابعك حاول يكتم الدحك لثواني بس ما قدرش وبعدها رحنا انفجرنا من الدحك احنا الاتنين رحنا عن مطعم وكلنا وبعدها وداني السينما اتفرجنا على فيلم ادهم كان قاعد ومركز قوي مع الفيلم ايه مش كنت بتتريق علي برضو بصراحة الفيلم تحفة قوي بقال كتير ما تفرجتش على انمي من امتى يعني ياه ده من ايام ما ضعت طفولتي في الوبا ادحكت عليه وبعد كده جي مشهد حزين هعدت عيط وببص على الادهم لقيته هو كمان بعيط ده مات اه لقينا الناس بتبص لنا وواحد امو قال لنا اهدى شوية يا استاذ المدام بتعيت ادهم بص ناحيتي وفيدلي طبطب علي واحنا الاتنين كان شكلنا مسخرة خرجنا من السينما بعد ما الفيلم مخلص واحنا فطصنين على نفسنا من الدحك ادهم مع امر بيرجع طفل مجنونه بريء وعلى طبيعته غير خالص لما بيكون معزيزي بيكون مش بريء بالمرة امر بقى كايت بتضحك من قلبها ادهم بيطوعها في كل حاجة ومش بيكون عريزة علها ده طبعا عكس حسام اللي كان بيقعد بالشهر يعقبها وما يتكلمش معاها وبعدها رجعنا البيت الجوي كان هادي وشكلهم كلهم ناموا طلعته قدتي بس الباب كان مقفوض بالمفتاح والمفتاح كمان مش موجود فيه رحت وخبطت على قضة ادهم القديمة هو في ايه مش عارفة يا ادهم الباب مقفوض بالمفتاح والمفتاح مش موجود ده ازاي يعني وبعدها راح معايا وحاول ليفتح الباب بس الباب مقفول طب وبعدين مش عايزي صحي ماما اه انا كده فهمت ده اكيد حركة من حركاتهم القرعة ايه ده طب هنعمل ايه ده انا تعبت قوي النهار ده وعايز انام تعالي نام عندي عيب عيب عليك يا ليه الادب هو انت تستهبل يا بيت تعالي وخلاصي هو فعلا دخلت ماه انا مش قدام حل تاني بقولك ايه انا هنم في مكان وانت في مكان تاني اكيد طبعا انا هنم على السرير وانت نمي عالكنبة نعم يا اخويا ايه مش عاجبك خلاص نمي على الارض بل ها الكنبة بطل بوخة بقى يا ادهم المفروض انا اللي نم على السرير وانت اللي تنام على الارض نعم ياختي انا معرفش هنم على الارض وكنا بقى سيارة قوي علي يوه خلاص ياعم اتزفت انت كمان على السرير بس نحط حاجة في النص هو انت عبيطة يا بت مش اول مرة نمجا ببعض يعني كنا اطفال وقتها ودلوقتي متجوزين وبعدين ريح نفسك لو عملتي ايه مش هابصلك ده انت زي اختي يا بت وانا كمان بحب اي اخويا بتحب زيزي عارفة ايوه صح هادهم هو يوم مش معدي عايزة ايه يوه عايزة غير والهضوم في القوضة فعلا المشكلة دي البس ملاتي السرير اللي يا راجل اللطيف قوي وبعد كده رح فتح الدولاب بتاعه وكان فيه هدوم قليلة قوي وقدمة مش بيلبسها بس يلا اه احسن من مفيش وليقيته بيقول لي خد تشارتي من دول هيكون وسع عليك ومريح ماشي يا باشا تشكر وفعلا خدت تشيرتي من بتوعه ودخلت لبستهم وكنت خرجة من الحمام وانا مكسوفة وعمل شد في التشيرت بقول لك ايه هو ادي وشك الناحية التانية ليه من غير ليه اسمع اللي انا بقوله لك وخلاص اولا انت مراتي لما نفسك احسن لك ثانيا بقى تعالي يا هبلة جزيزي بتلبس اقصر من كده هي يا لهوي اقصر من كده كمان ايوة وبعدها اتخر لي ورحت اعادت جنبه على فكرة بقى طول ما احنا كنا صغيرين كنت دايما بتحب تلبس هدومي بجد هد انا كنت عبيتة قوي لأ كنت مسترجلة ولسه لحد دلوقتي على فكرة هانا مسترجلة ليه ان شاء الله شايفني بشنب قاعد يضحك علي وقال لي حاجة زي كده طب لما نفسك بها عشان ما زعلكش اتوكسي ما تعرفش تعملي حاجة اعرف على فكرة بس مش دلوقتي ليه طب ما تخليها دلوقتي ونشوف مين اللي هيكسب هتتحدني اتحداك نلعب رست نلعب طبعا هو انا هخاف يعني هو اول ما شبكنا ادينا في بعض عشان نلعب رست الحق الحق فيه فار وراك يا ادهم هو اول ما ادهم بص وراه هو اف ثانية كنت كسبت هي ايه واتحكت عليك نفس الحلة اللي بكسبك بها كل مرة انت نصبة يا بت انت اللي مغفل يا ادهم طب لم يلسانك انا افتكرت فعلا فيه فار مجاش في بالي ابدا انك لسه بتخم زي العيال هده مش خمه على فكرة زي حيلة خمامة حيلة اسمها حيلة عيالة نصابة هقال لي كده ونام وشد الغط على وشه مش نصابة على فكرة وبعدها رحت في النوم تاني يوم الصبح الخطة تمت بنجاح تعالي تعالي لما نشوفهم كده واول ما فتحنا الباب لاقينا امر نايم وادهم نايم جنبه وحطت ايده عليها بس اوعد زغراتي لحسن يسح عرفتي منيه دي الناس كلها عارفة بس تصدقي شكلهم حلو قوي هاتي هاتي الموبايل نصورهم كم صورة وفعلا بعدها صورناهم كذا صورة مع بعض وخرجنا بالراحة وتاني يوم الصبح صحيت على صوت الموبايل بتاع ادهم ببص على ادهم لقيته نايم ورايح في النوم مدت ايدي وعملت الموبايل سايلنت وكانت زيزي اللي بتتصل شوية ولقيتها بعتت رسائل ايه ده بقى طب انا كده وفضلي هيموتني انا لازم اقرأ الرسائل دي طب والموبايل الموبايل ببصمة الصباح بس انا لقيت الحل وبالراحة كده خدت صباح ادهم وفتحت به الموبايل وبدأت اقرأ في الرسائل هي قليل الادب انت وهي اه طبعا رقاصة هتكون مؤدبة ازاي يعني اضغصت من ادهم بعد ما قاردت اللي مكتوب في الرسائل ببص عليه لقيته نايم ومديني ظهره رحت برجلي اللي اتنين زقته وقعته على الارض اما فزوع من النوم ولقيته عمالي تنطط ويقول زلزال زلزال كنت ادحك بس مسكت نفس بالعافية ايه ايه ادهم في ايه مين فين بصراحة وقتها مقدرت شمسك نفس من الضحك فضيت تضحك جمد وقلت له هالله يخرب بيتك شكلك يهلك من الضحك بقولك ايه ما تنامش جنبي ازفت انتي خدتي ام السرير كله ووقعتني على الارض على فكرة بقى انا كنت نايمة في حط صغنونة قد كده هو واحسن اصلا انت عمري ما هنم جنبك تاني هي سفل يا بتاع الرقاصة وقلت له على كلمة كانت مكتوبة في الرسائل سبت وليس اخرج لقيت اللي مسكني من قفايا انتي رايحة فين بشكلك ده هتنيل اخره يا سلام مش البيت في خدمين عايزة تمشي كده ازاي يعني برحتي ايش معنى يعني الرقاصة بتاعتك بقولك ايه استبحي قول يا صبح عشان انا مش شايف قدامي ولو ما قلتش يا صبح هتعمل ايه ادهم لا ده انا هعمل كتير تحب تشوفي طب وريني يا حبيبي هو انت فكر لي مش هعرف اخد حقي ولا مش هعرف اخد حقي طب اعمل فيك ايه ها هلف التشيرت على رقابتك واخنقك اه الطيب احسن يا ادهم اده انا كنت بهزر معاك يا راجل عيله وغلطت يا دودو اتفضلت رزعي هنا لحد ده ما روح اجيبليك حاجة من قط حاضرة باشا ايوة كده تعادلي ناس مش بتيجي غير بالعين الحمرة هو اللفه ووشه وكان لسه هيمشي رحت حدفته بالشماعة واجت على ظهره هو اتلعتك رانع الحمام قبل ما يقفشني افتحي افتحي يا جزمة قديمة مش فتحة يا ادهم ما تحاولش تستقو علي افتحي لكسر الباب على نفوخك فيلمش مش يا ادهم مش فتحة ولو فكرت بس تعمل لي حاجة هصوت وخلي بابا وعمي يسمعوا طب لو جدعة كده صواتي وبردو محدش هيقدر يحوشك مني مراتي وباربيها ربي نفسك الاول يا منحرف يا بتاع الرقصات وروح تقولت له نفس الكلمة اللي مكتوبة في الرسالة ايه ده انت فتحت الموبايل يا بت ها لا اوحيتك ما حصل ام الايه اللي بتقولي ده ها دي دي الزفتة بتاعتك اتصيت وبعطت لك رسالة قارتها من برا طيب يا امر لو لقيتك مسكة الموبايل تاني همسكك سلك الكهرباء رح تشطر على زيزي هي بتاع الرقصات يا صايع لا دي كده هبت منك على اخر افتحي يا امر يا لهوي يا لهوي يا لهوي هينفخني الله يخرب بتلي سنة طويل ده وبعدها ماما ومامته اقتلوا على سطنة هو في ايه يا ابني ما حدش ليه دعوة واحده بيرب امراته ايه ده بس يا ادهم هي ما تقصدش يا ابني يا سلام وانت عرفت ازاي انه مش قصدها معلش يا ادهم يا ابني ايه ده انت بس وانها ربيها لك البيتها تتلبس في الحمام خليها تتلبس هيكشي جيلها عفرت عفراتها هيحترم نفسك يا واد بقولكم ايه البت دي هتتربى يعني هتتربى ادهم عمه جيه هو ده اللي هينجدني رحت فتحت باب الحمام بسرعة وجريت على العمه واستخبت وراه عمه الحقني يا عمه ابنك تجن انا برضه اللي تجننت ايوة يا عمه ده تجنن خالص خالص خدوها برا واسبويني انا اتكلم مع عدهم شوية بصيت له ببراءة وهو بصلي بكل شر وبعد كده سبنا وخرجنا يستلق وعده والحد هنا بتكون خلصة حلقتنا هيستنوني في حلقة جديدة باحداث جديدة وفي نهاية الفيديو ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة ويتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار لكل قصة جديدة